اشتركوا في القناة اقدم فاكراتنا ان انا اتكلم على مشروع مهم جداً افتتاحه يوم 30 ستة في اليوم العظيم ده هيتم افتتاح واحد من الاعظم مشروعات للزراع السمكي وتحديداً مشروع بركة غليون في كفر الشيخ هناك رجالتنا من رجالة القوات المسلحة خلصوا الاحواط كاملة وخلصوا المفرخ وخلصوا مصنع العلف وخلصوا الفوم مصنع الفوم ومصنع التلج والمعمل مشروع متكامل من الالف للياء وهيبقى واحد من اكبر مشروعات العالم في الزراع السمكي يعني باختصار حولنا اكبر منطقة لتهريب البشر في كفر الشيخ لاوروبا والهجرة غير الشرعية لواحد من اعظم مشروعات بلدنا نحليكم معنا وتعالوا نشوف فقراتنا اشتركوا في القناة في أقل من 24 ساعة من عرض قصة المهندس يشان محمد اللي قدر يفرخ سمكة الباصة لأول مرة في مصر وينتك زرعتها ودي سمكة من أشهر أسماك الفليه في العالم وموطنها الشارع اسيا تحمس لفكرة يشام اللواء حمد بدين رئيس الشركة الوطنية للزراع السمكي وحدد فريق لزيارة يشام في مفرخه بابوتاليات بسكندرية هناك كان معنا اللواء طاري عيسى رئيس مشروع بركة غليون أكبر مشروع للزراع السمكي في العالم والدكتور محمد الجزار مستشار وزارة الدفاع للزراع السمكي وهناك عرضوا عليه كل إمكانيات مشروع بركة غليون في سبيل نجاح سزراع سمكة الباصة متوسوحة في مصر خليكم معنا عشان نشوف إزاي الرجالة وتقوات المسلحة استجابوا لنداء هشام ونداء برنامج الجدعي فاكرين طبعا المهندس هشام محمد الشاب اللي قدر يفرخ سمك الباصة لأول مرة في مصر بعد تسع سنين من البحث في أسرارها كأشهر أسماك الفلي في العالم هشام أول ما عرضنا قصته في الجدعين يوم الجمعة اللي فاتت اتقلبت الدنيا وفوجئنا بكل الناس بتكلمنا وفرحانا بالإنجاز اللي حقاقه هشام لكن أهم تليفون فرح فريق جدعين تاني يوم الحلقة كان من الشركة الوطنية للإستزراع السمكي في وصارة الدفاع هناك قابلت اللواء أركان حرب حمدي بادين رئيس الشركة الوطنية للإستزراع السمكي وسمع مني حكاية سمكة الباصة بالكامل وتحمس أكتر لتجربة المهندس هشام محمد وفورا كلف اللواء أركان حرب طارق عيسى مدير مشروع بركة غليون العملاء للإستزراع السمكي والدكتور محمد الجزار مستشار وزارة الدفاع للسروة السمكية بزيارة مفرخ الباصة في أبو تلات بسكندرية مع فريق الجدعان للتعرف على تجربة المهندس الشاب إشام محمد في تفريغ سمك الباصة أنا بشكركم على الاستجابة الرائعة دي وبشكركم على أنتو تحركتوا فورا عشان تأخذوا بإيد شاب أنا شايف أنه هو عمل حاجة كبيرة وطالما أنتو استشعرتوا نفس الأمر فأكيد أنتو مرضو حسين أنه هو عمل حاجة كبيرة إيه تقييمك يا دكتور الموضوع؟ بنشكر مهندس هشام بنشكر البرنامج اللي أتحنل الفرصة ديت زي ما حضرك قلت الكلام ده كان مبارح عشان بزرط يعني مبارح كان عندنا في الشركة قبل السادة اللي هو حمدي بدين وشرح الموضوع وفرجوا على الجزء من الحلقة اللي تصورت هنا كانت للإستجابة فورا مع السادة اللي هو طاري عيسى من المشروع بيك الغليون مقادر الكتاع دلتا دعنا اللي أشكر شبتها بتحس بالشعب وعايزة تعمل حاجة لصانح الناس فكانت للإستجابة أنه بكرة يعني بكرة تطلعوا فورا فورا وتشوفوا إيه الموضوع وإيه اللي الموضوع محتاج وإيه اللي يكمل يزاي ما حاجة لازم أقولها سادة اللي هو طارق مشروع بيك الغليون على وشك الافتتاح وكل ديئة وكل ثانية لها تمن في المشروع بلاش عدت أن يزولك عدت أن يزولك سادة اللي هو حمدي بدين ساعت ما ساعتا كنت عنده بتلفون على طول سيبي اللي في إيدك واطلع بكرة اسكندرية عند المهندس هشام شوف الوضع إيه ونقدر نساعد هشام الزي تحيالي هو حمدي بدين الرجل المحترب اللي لما يدخل لحظة فإنه هو يستجيب وإنه هو يستفيد من خبرات شاب بعد مدى تنسى حسين اتكونت على سمكة إحنا أكيد محتاجينها في مصر أكيد وإن شاء الله يبقى فيه تعاون مسمد مننا إن شاء الله وخاصة إن كل المخاومات بتاع المهندس هشام عندنا في بركة غليون من مفرخ من مصنع بروسسينج من مصنع علف من مصنع تالك من مصنع فشميل مصنع سمك فكل المخاومات اللي هو بيبنى عليها المشروع بتاعهم موجودة عندنا فيشرفنا طبعا سلم نفسك لا أنا شرفني أنا سلم نفسي بالطريقة دية أنا عايز الحاجة دي تنتج والناس تهياه كله المهندس شام محمد طول عمرو بينحت في الصخر حتى المفرخ بتاعه فابوتلات نعته في قلب جبل صخري مستغل الجبل في خفض درجة حرارة المفرخ السمكي اللي هو في الأساس أشهر مفرخات إنتاج أسماك الزينة في مصر حشام طمنا الأول أنت عندك زريعة جاهزة لباركة غاليون 15 يوم إن شاء الله تبقى موجودة زريعة إذا كان الجيش عايز يزرع الكمية اللي يقول لي عليها إن شاء الله تبقى موجودة عندك كم مليون لو كمان 15 يوم ممكن حد 2 مليون دول يزرعوا بالضبط حوالي 40 فدان إحنا جايزين ناخد زريعة بس إحنا جايزين إن البشمهندس يشاء ييجي شوف المفرخ بتاعنا على أعلى مستوى أكبر مفرخ سمكي في الشرق الأوسط هيشاركنا في المفرخ يفرق عندنا بإمكانياتنا اللي هي نقصة هدو دلوقتي هنعرف مع الدكتور محمد جزار مستشار وزارة الدفاع للسروة السمكية الرأي السديد في جدوى السزراع أسماك الباصة في مصر وإزاي ممكن تعمل ثورة في الاستزراع السمكي لأن مصر محتاجة تفصل بنتاجها السمكة لحوالي 2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الزاتي من الأسماك والباصة السمكة الوحيدة اللي ممكن تحقق الحلم ده وفي وقته قصير جدا دكتور محمد أنا عايز بحرك بقى تقييم كامل لتجربة الباصة من خبراتك على مدى سنوات أنت كنت رئيس هاي السارة السمكية أنت مستشار وزار الدفاع ونظمة العربية جمع الدول العربية قلنا تجربتك وكت في أشهر بعثة راحت فيتنام عند دكتور محمد فتحي عثمان رئيس هاي السارة السمكية ساعة أزمة الباصة لما تقل عليها أن احنا بنزراعها هناك بيزراعها في المصارف السمكة الباصة من الأسماك الوعدة عالميا في المياه مياه عزبة أو مياه شروب اللي هي المتوسطة بين الملوحة والعزبة بتتميز بموزات كتيرة قوي 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 اللي هي سريعة النمو اقتصادية في الأعلاف بتوصل لتنين كيلو في السنة الأولى لو أعلى التانية توصل لأكتر الملت احنا وصلنا فيه المعدات عالية جدا زي ما قلنا تحويل رزائم تماما وإحنا محتاجين تاني إحنا أكتر من مليون تن من الزرع السمكة في مصر الوقتي لإحنا محجي اتنين مليون أعتقد البلد مش هيدينا ده مش هيقدر يدينا القفز السريع عدية في فترة صغيرة لأضاعف الإنتاج فالطريق اللي قدامنا الوقت المفتوح والممهد اللي فعلا دخول أسماك البسة وغيرها اللي احنا بس البس نمرة واحد للمويزات اللي قلناها هتنزل السوق الوقت احنا برضو بوجود مصنع الست اللي هو تكلم عليه لتكيز الأسماك بكت غاليون ده من أحدث ده حقيقة من أحدث مش هنقول في الشراكة الأوسط من أحدث المصانع على مصار العالم دلوقتي تكيز الأسماك كل المنتجات اللي تتخيلها ممكن تتمي في المصنع ده انتظروا الشهر القادم في نهاية شهر ستة أو بداية شهر سبع بكتير على أكثر تقدير افتتاح واحد من أعظم مشروعات المتكملة في مصر للزراع السبكي على الفكر أنا ما بكلمش كده كلام وخلاص لكن أنا عايز أقول لكم ده المشروع ده فيه الأحواد فيه المفرخات فيه مصنع العلف فيه مصنع التلج فيه مصنع الفوم ما فيش حاجة متسابة ممكن تبقى صغرة في ظهر هذا المشروع مشروع متكامل ناجح إن شاء الله مية في المية والمشروع ده هيبقى أقوى مشروع للزراع السمكي في العالم وأعتقد أنه كمان هتجاوز مشروع قناة السويس لزراع السمكي يعني نحن نتحدى نفسنا نحن نتحدى نفسنا نحن نتحدى نفسنا في السماء صحيح دكتور؟ تمام طبعاً وكلنا فخر اللي إحنا بنشارك بشكل مباشر بشكل مباشر في حاجة قومية زي كده علشان دي بلدنا في الآخر وعايزين نطلع بيها للسماء وإن شاء الله أنا متفائل جداً جداً من المشروع ومن النتائج وعند في مشروعات تانية طبعاً الولد ده نعم فتح له أبواب المشروع على بشكل مباشر إن شاء الله معنا كويس وإن شاء الله هتصور معنا إن شاء الله أنا جاهز إن شاء الله أنا جاهز إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إيشان محمد خدنا في جولة في المفرخ عشان يورينا أمهات سمك الباصة وأحواضها الإسمنتية اللي عيش فيها بقالها تسع سنين كاملين هلقم التعافي بالقسر طبعاً تحجمها زي ما أحداش حيثين لدي مين اللي أيوة طمية أهل عنيفة على فكرة ما هون انت بسيكها من دلها وضيغت عليها أهل إذا كنت عور حضرتك بس كون أهل خلاص كيف تحدث كده عم سلم على أبو أهل أيوة أهل 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 اللي السمكة دي عن البياض البياض لو حطيت ألفين سمكة ومعهم خمس ألاف بولتي تأكد إنها هتاكل نص بولتي وبرضو متمازة عن اللوت اللوت هيكل نفسه اللوت هيكل بعضه وما قدرش أحط معها بوري تمام اللوت لو شاف البورية قد كده هو سهلية ولا طبارة ولا بتاع ميزة الباسة إنه ممكن أزرع تحمل عليها أي أنواع من الزمن إهاب الحنفي مزارع أسماك بقرية دمرو في كفر الشيخ وهو أول واحد تحمس لتجربة المهندس هشام محمد وزارع أسماك الباسة في أحوالي ترابية بأرضه تعالوا نسمع تجربته قبل ما قابل البشمهندس هشام كان العمل عادي وزاي زي الزو ملا فيش عندي مشكلة في موضوع مع البشمهندس هشام بقول له كان عندنا حد شغال في مجال سمك الزينة عندي في صوبة في أرض يعني فالبشمهندس أصلا كان يعتبر من أول الناس اللي اشتغلت في سمك الزينة فبسأله على مشكلة عندي في سمك الزينة بقول له يا بشمهندس السمك الفلاني دي أعمل فيها إيه مش رادة تفرخوا فيها مشاكل كتير جدا فقال لي ما تسيبك بموضوع سمك الزينة ده وتعال أقولك بموضوع تاني هنا عندي في المزرعة طبعا جئت عنده في المزرعة فرجنا سمك دي الباسة وقال لي إيه رأيك احنا طبعا كنا بنستوردها لك إنها سمك الزينة طبعا حجم كم سنتي بكم ملي بكم جنيين فقال لي إيه رأيك من دعم السمكة دي ونزرعها عندك في المزرعة كتا جربة ابونا أنا عليه روحنا الأرض عندي حتة عشرة فدان في الأرض اللي هي بتاعت ترمبات ضمنه يعتبر مية كويسة ومية أنسب مية عندنا حلوة خدنا الخمسة فدان دول حاطناهم مية وعشرين ألف فالظروف دي الخمسة فدان اللي بيجوارهم خمسة تانية مية وعشرين ألف سمكة باصة في الخمسة فدان دول جنبيهم تاني خمسة يعتبر المسحة القطع كلها عشرة فهم طبار وبوري وبولتي وحاجات ملي سمك الشعبي بتاعنا فجينا في يوم الأيام في شهر سبع اللي فات لأن البولتي زعلان البولتي طبعا زعلان؟ اه بيموت فيه قرح بتظهر عليه فجلبش مهندس شاف الأرض وشاف السمك جبنا عينات وحللنا السمك ده كله ملقناش أي خسير بالنسبة للباسة لا في عدد ولا في أي إيه إصابات السمكة كانت تعتبر يعني عاملة من تمنمية لألف ومتين جرام عملنا متوسط حسابي مثلا إيه تسعمية تسعممات شممات خمسين كده يعني اللي وقت رعيسى رئيس مشروع بركة غليون كان بيتابع حديث المهندس هشام محمد بتركيز شديد جدا وفي الآخر عرض عليه كل إمكانيات مشروع بركة غليون لضمان نجاح تفريخ والسزراع كميات ضخمة من أسماك الباسة وطبعا كانت فرحتنا في الجدعان لا توصف من بكرة من بكرة بجد لو أنت عندك وقت تجيلي بكرة تتفرج على الحاجات دي؟ عند وقت أفضل عربية نحن لبينا في يوم أعصد عربية انا أعصد العربية أفضل عربية أتتلو أشكرك يا فأندب دكتور محمد شكرا إنشام بالتوفيق وانه نسمع لك كل خير في البلد زي هشام احنا معانا اشنا عايزين دي يا جماعة دي يا جماعة كواتو مسلاحة ودور الجالبة عايزين مليون عايزين مليون هشام الشمال عايزين مليون لحد زي رجال في رجال أحنا الجيش في الدنيا وربنا يحمل ربنا يحمل الموانتسي شام محمد اول ما انفرخ الباصر في مصر بدأ الشغل فعلا في مشروع برقة غليون مع اللواء طريعيسة والدكتور محمد الجزار فاضل حاجة واحدة بس ان احنا في الانتظار ان خلال اشهر قليلة جدا يطلع اول انتاج من سمكة الباصر وده فعلا هي منها الكبيرة في الاستزراع السمكي في مصر بل ثورة في الاستزراع السمكي فاصل وهنرجع لكم تعد في الفقرة التالية فريق الجدعان يزور المنيا لمتابعة موسم توريد القمح مع الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي والدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي ويكشف خطة الدولة في تقنين أراضي وضع اليد واسترداد حقوق الدولة في أراضي طرح النهر وموعد طرح أراضي جديدة بمشروع المليون ونصف مليون فدان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر